مقتدى الصدر بنفسه تزعليك بالإضافة إلى ذلك همزين ذكرتني أنا حتى أرد الدين لسماحة سيد مقتدى الصدر وأشكرا من برنامجك لأنه هو اللي حقا دمي و اللي هو در عني أسعفك هو أنقذك الفتنة وأني أشكرا وأنا أقول لها يمكن هو الفترة مالت سنة صار لها تقريبا عشرة أشهر وأقول لها سماحة سيد الله يخليك ظخر للعراق والعراقين إن شاء الله أكون عد حسن ظنك و إن شاء الله نرجع رجع حقيقية أنت من بعد أنت حتح صورة الوصف مالتك أنت صورة مخليها خلي شوف صورة والله خلي نشوفها كذا نمسح الشاشة حتى شنو تبين ماضحة نعدي صورة سماحة السيد وأنا شوون أرض الملف كذا أي أني أنت من بعد من بعد هاي الصورة قاعد أنت كاعدوية أبو هاشم صح زعيم التيار الصدري وقاعد بصفحة بيدك على فغذة الرمز العراقي والزعيم العراقي وترجع لي بنكات ترجع لي بالتفاصيل سيد مقتد هذا من يشوفه ما يشوف ما يكعدوية أي واحد سيد مقتد ما يجيب أي واحد يدخل البيته عمي وزراء وزراء يتمنون يشوفوه نواب بالبرلمان يتمنون يشوفوه هو نوابة نوابة ذكرني مخيش بيسائرون نوابة شايفيه لما دخلت على سيد مقتد اسمح لي حبيبي قلت لهم شنه هاي الهو سيد ال74 نائب اللي فازوا من كتلته شايفيه ال74 لا لا يمكن مرة أنا الحماية اللي إجا وأخذوني للسيد قالوا بل كتب بختك بطريقتك الخاصة تدخلنا وياك حتى نشوف السيد حتى نشوفوه السيد الليلة اللي دخلت بيها قلت لهم شنه هاي الهو سيد قالوا وقاءاني رئيس الحرس الثوري رادي قابل السيد وما قابل شو شو تدري هاي قاعدتك قريبا من سيد مقتد حطت على فغضة يمكن السيد حاكم الزاملي ما بسويها حياتي السيد حاكم الزاملي شخصية جميلة وطنية شخصية جميلة وطنية عراقية أنا كل شي أحبه وأحترام متابعة سيد حاكم يمكن ما بخليدي على فغضة سيد حاكم الزاملي شبيك شجاك واني أريد لدين وأقول للسيد من شاء الله ان شاء الله راح نبدي بداية صحيحة وهاي كل هالإخفاقات ما تتكرر واني الجمهور والله يعني كاسر قلبي اليوم لما أشوف الناس تنهال علي حتى هنا بالقلعة ويحبوك وسيدنا نحبك ايه احنا ما ننكرر يحبوك شوف الجمهور نحبك آنه أريد